اشتركوا في القناة فرقي اكثر قدرتي اكثر بقدر اتكرك هل يتحمل المواطن هذا ولقمة عيشه يجينا على حي في عمان كثرة في الاصابات لحد الان عشرين اصابة من موقع واحد نتيجة واحد يجينا اخلقنا الشارع والحي وحطينا عليه والعمارة يعني زي ما بسموها صرنا سيرجيكل يعني عملية جراحية بحيث كمان الناس بدها تعيش كمان يعني الناس لما تضغط عليها اقول لك انا اتدمرت فنحن ماشيين في توازن قدر الامكان حياكم الله التوزيع الجغرافي لكورونا الاردن ينقسم الى ثلاثة اقاليم الشمال وهو اليوم على طريق التعافي الوسط والذي تزداد به الحالات ويتنوع به العزل الجنوب المعافى بحمد الله اليوم سنسأل كيف سيكون العزل بديل الإغلاق ما هي بدائل الحضر هل من الممكن ان يكون هناك بدائل للحجر ماذا يعني اتساع دائرة المخالطين هل بدأنا في المناعة المجتمعية في اي مرحلة اليوم نحن في كورونا وهل الاعداد المتزايدة تعني القلق ام اننا نبالغ في ذلك كل هذه الاسئلة سيجيب عليها ضيوفي واسمحوا الان يرحبا في ضيفي في الاستوديو الدكتور جمال الرمحي عضو اللجنة الوطنية اوبيا مساء الخير اهلا بك استاذ الوبائيات والصحة العامة الاستاذ الدكتور انور البطيحة مساء الخير من اربيت تحياتي دكتور اهلا بك سيدي واهلا بمحافظ العاصمة سعد شاب مساء الخير سعد بك صوت المملكة بدأ اهلا بكم جميعا يمكنكم الان متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك اهلا بكم اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 46 محلية ليرتفع المجموع التراكمي الى 2034 اصابة وتوزعت الحالات كالتالي 42 حالة محلية في العاصمة منها 40 حالة مخالطة لمصابين سابقين وحالتان تحت الاستخصاء اربع حالات محلية في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين واضف الوزير انه تم تسجيله 43 حالة شفاء من كورونا هذا اليوم اهلا بكم من جديد محليان وجد الترحاب وضيوفي وابدأ مع ضيفي الدكتور جمال الرمحي مساء الخير دكتور جمال واهلا بكم في صوت المملكة وتحدث اليوم عن آخر الأخبار والتوصيات التي خرجت بها لجنة الأوبئة فيما يخص فتح المطار في البداية متى ما هي توصيتكم في فتح المطار متى سيتم فتح المطار حقيقا اتناقش هذا الموضوع عدة مغات وقبل حوالي أكثر من سبعين أو ثلاثة شكلة لجنة مصغرة كنت أحد أعضائها لتفقد المطار وتوقع المختبر الموجود في المطار والمسلك الذي يجب انسلكه القادمين إلى المطار حتى يمشوا فيه ويعملوا فحوصات قبل دخول من الملكة علما بأنه بكونوا معهم فحص سابق من سابق ناقشنا الموضوع عدة مرات وكان فينا اجتماع بأول شهر آب وهو بحوالي خمسة بتصوى خمسة آب شعرنا أنه الوقت حان تقريبا نفكر أنه نفتح المطار وكنا نفتح بذلك اللحظة أو فكرنا في الموضوع ناقشناه بشكل موسع ثم وشعرنا لأنه كان في عيد الأضحى كان موجود وكان هناك كثير من مواطنين للأسف اختلاط هائل بينهم فخفنا يصير هناك خلط ما بين حالات تظهر داخليا من داخل المملكة من داخل المدن أو قادمين آخرين من المطار فبالتالي أجلنا هذا الموضوع ثم اجتمعنا فبعد أسبوعية نجتمعها وعندها الحاجة بل حاجة اجتمعتم؟ كانت مصغرة مصغرة كانت لجلة مصغرة أنا صراحة كنت لسبب لآخة أو لآخة ما كنت موجود فيها نعم كان النظر في نفس الموضوع هذا آليات العمل في المطار نفس الشيه لكن القرار كان ثابت أنه بأول شهر أيلول سبتمبر يعني واحد واثنين الطائرات اللي مش تشارتر اللي مش هي مستأجر لها رقم المجدولة اللي تبدأ العمل إن شاء الله فيها خلال شهر سبتمبر شهر تسعة إن شاء الله إذن سيبدأ فاتح المطار بداية شهر تسعة؟ هذا هو بالضبط هذا هو ما اتفقنا عليه وما قيل سمعت حتى من مع الوزي الصحة بتكلم معنا باللجنة إنه شبه مؤكد إنه بأول تسعة بأوائل تسعة سيفتح المطار لأنه لن نتحمل أكثر من ذلك كبلد إراق المطار ممتاز فيما يخص الحجر فتحنا المطار بداية شهر تسعة فيما يخص الحجر للقادمين صحيح كيف سيكون شكله وما هي المناطق الخضراء التي تم اعتمادها والله سيدي هذه مسألة معقدة جدا والك بصراحة جدا دول عربية نتحدث عن دول الجوار ما هي الدول الجوار التي تعتبر منطقة خضراء غير الإمارات يعني ليس متذكر أي دولة شعودية يعني ليس متذكر أي دولة عربية خضراء لكن الإمارات خضراء الجواب لا أعرف ذلك تسنيف الخضراء والصفراء والحمراء للقادمين دخل في بعض المراجعات بالأمس للأسف دخل بعض المراجعات بناء على اجتماعات التي كنا نبعث بخلال التواصل الاجتماعي بين بعضنا كاللجم مورقة نتناقش في الموضوع هذا فصار بعض التعديلات حتى نكون دقيقين أكثر فالمنطقة الخضراء صار أن الإنسان إذا أحضر معه فحص كان سلبي وسلبي عند الدخول يدخل المملكة بدون حجر بدون حجر وبدون عزل لكن إذا إنسان إجي منطقة صفراء أو حمراء فهناك له عزل بصفر يعني يعمل فحصه بالبلد المنشأ ثم عند دخوله وبعدين لمدة أسبوعين يحجر حجر كم مدته للقادمين من الخارج أسبوعين أرب أربعة عشر يوم ما نزل ما نزل ولا هناك توصيات أنه يكون أقل من أربعة عشر يوم فيه هناك بعض القادمين الموجودين حاليا في المناطق العزل نوقش موضوع أنه يمكن أن ينزل إلى عشرة أيام وليس أربعة عشر يوم لكن الاتفاق لم يتم عليه بشكل كبير طيب الحجر الآن أربعة عشر يوم أيضا صحيح بالداخل صحيح هل سيتم تقليص هذا العدد من أربعة عشر يوم إلى أسبوع أم لا بالمنظور الحالي نعم لا يستطيع أي معلومات ولا أحد اللجم ناقشنا على الإطلاق أن الحجر المنزلي بعد أربعة عشر يوم ينزل لأسبوع ماشي مش أسبوعين لأسبوع ينزل بحيث أنه يكون طبعا سلبي سلبي وعند الخروج سلبي يحجر بأسبوع مع التعليمات في منزله هذه كلها قادمة إن شاء الله بشكل موسع بإذن الله إن شاء الله طبعا اسمح لي أنثب إلى الدكتور أنور بطيحة مساء الخير دكتور أنور وأطرح السؤال التالي نحن في أي مرحلة من كورونا نتحدث عن مرحلة أولى أم نتحدث عن موجة أولى أم نتحدث عن استمرار لهذه الموجة أم نحن الآن في المرحلة الثانية خصوصا بأننا أصبحنا نشاهد أعداد إصابات أربعين وخمسين وستين دكتور نعم والله أعتقد أننا إحنا بعدنا في الجولة الأولى الجولة الأولى في موجة الأولى للجائحة نعم الجولة الأولى للجائحة وما حصل أنه دخلنا بالجولة الثانية إحنا الإجراءات التي تخذت كانت إجراءات حازمة جدا بحيث أنه حتى الموجة الأولى مضت بدون تسجيل عدد حالات يعني كافي فإحنا ما زلنا في الجولة الأولى طب طب هل أنت مع أن نعيد تجديد هذه الإجراءات في هذه المرحلة أم لا ولماذا لا أنا ضد التشديد الإجراءات وحتى منذ البداية منذ بداية الجائحة أنا ضد أنه إجراءات الشديدة بما فيها الإغلاق والعزل والحضر وإنما كان الإجراءات التي أنا أعتقد أنها كانت فعالة ولا تؤذي الجوانب الأخرى في البلد اللي هي التباعد الاجتماعي منع بيوت العزاء الأفراح التجمعات الكبيرة وارتداء الكمامات وتثقيف الناس لا أكثر كانت الإجراءات الحكومية بحسن نية متحمسة جدا وأعتقد أنه اتخذنا إجراءات أشد مما كان ينبغي إذا تسمح لي الدكتور أنو الله أرد ما سيك بالخير صحيح أنه كانت الإجراءات كما قلت أنها كانت شديدة في البداية لكن كان إلى منفعة كبيرة على الأقل منفعتها في البداية عندما كنا في بداية الجائحة المعلومات عن الجائحة كانت قليلة جدا جدا شحيحة أولا ثانيا إذا لاحظتم الجميع يعرف أنه كان هناك شح كبير في معدات الوقاية الشخصية للعاملين الطبيين يسمون بي بي إيز للكمامات للمعاقمات لكل شيء على الأقل هذه الإجراءات حافظت على البلد وعلى المملكة على الأردن ككل بأنه على الأقل كانت عدد الحالات قليل جدا يوميا حتى أقل من هذه الأيام وثم المنفعة الأخرى أجلت أجلت الوباء خلينا نتكلم لفيما بعد أو جيغت لما بعد حتى الآن عنا الآن كمامات وعنا المعقمات وعنا الأخيه فبالتالي كما ترى الآن نستطيع نتعامل بشكل أفضل مع الوباء فضل دكتورو نعم يعني بالتأكيد إحنا الآن في وضع أفضل للتعامل مع الوباء لكن برضو فيه يعني ناس وقطاعات ضررت كثير إحنا لازم يكون عملية توازن بين الإجراء وفائدته وبين أضراره فأعتقد أنه إحنا استعملنا إجراءات أشد مما ينبغي ولكن إحنا الآن يعني في خلنا نقول في حالة خلنا نحكي عنه الآن نحن فيه وضع أفضل بالتأكيد من ناحية الاستعدادات والكوادر الصحية وإن شاء الله الآن في المستقبل القريب يعني أنا مع عدم التشدد مع الانفتاح مع عدم الهلع والخوف لأنه هاي من أساسيات مواجهة عيوبا طيب سأتي لهذه النقاط عدم الهلع والخوف والمبالغة ولكن قبل ذلك سأذهب إلى سعد الشاب محافظة العاصمة سالخير عطوفة المحافظ أطرح السؤال الآن إذا الأقليم الوسط وأكثر الأعداد الآن تزداد عندكم المواضية أكثر المناطق العزل وأيضا إن صح الوصف بؤر كورونا صحيح الإجراءات التي تم اتخاذها كيف يتم اتخاذها وعلى أساس فضل مساء الخير أستاذ عامل مساء الخير للمشاهدي محطة المملكة تنفزيون المملكة والله أعطيكم العافية جهودكم يعني مشكورة دائما المتابعين لهذا الحدث كما تعلم أخي الكريم في الأول الأخيرة من سبوعين تقريبا كثرت الحالات في محافظة العاصمة ولكن نحن منذ بداية العملية منذ عشرين ثلاث كانت في هناك اللجنة مشكلة برئاسة المحافظ وعضوية قاتل مدراء الأجزة الأمنية وأمانة عمان ومدرية صحة العاصمة هذه اللجنة شكرت من قبل الخلية لإدارة الأزمات تعمل ليلة نهار لذي القضاء على هذا الوباء نحن كما تعلم أخي الكريم كجهة تنفيذية وحاكمية إدارية وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية يصلنا كتاب يرد من وزار معالي وزير الصحة مشكورا الله يعطيه العافية هو أسرة وزارة الصحة كافة وكوادر البشرية نحن الآن عندما يصلنا الكتاب بالحجر العمرات بداية العملية يعني لغاية تقريبا أسبوعين قبل أسبوعين كانت باليوم حالات قليلة جدا وحجر العمرات كان عدد قليل جدا ولكن منذ أسبوعين تقريبا أو من عشر أيام تم حجر حوالي 120 عمارة أو بناية لغاية اللحظة هذه العمارات أو بنايات المحجور عليها 148 عمارة وبالإضافة إلى إغلاق 9 مساجد وأيضا هناك مدينة سحاب أعتقد يوم غدا إن شاء الله ستم فكل حجر عنها أيضا هناك في حي الأشرفية الذي يتبع إلى منطقة اليرموك من أمانة عمان تم عزل هذا الحي نحن كجهة تنفيذية فورا نقوم بالتوجه إلى هذه المواقع وتحديد المواقع العمارات الخطوة الأولى يتم تأمين دورية شرطة ونحن بصراحة من لا يشكر الناس لا يشكر الله أن الأجزة الأمنية تعمل ليلة نهار أصب عليها عبئ وإستنزاف للقوة الأمنية الآن كل الأجزة الأمنية الآن موجودة على أبواب العمارات بالإضافة لدورية شرطة محطة أمنية ومع تقيمها كامل الخطوة الثانية يتم تعقيم هذه العمارات بالتنسيق مع معالي أمين عمان مشكورا تعقيم العمارة والشارع الذي فيه العمارة الخطوة الثالثة نقوم بتزويد سكان العمارة بأرقام هواتف لأسحاب المحلات التجارية الضرورية مثل المخابز الصيدريات سوء بقالة محلات بيع المياه يتم توزيع على كل شقة القام هواتف هذه المحلات وتكون الخدمة بالدلبري لغاية الآن التعامل مع سكان هذه العمارات لغاية الآن 148 موقع نحن في عنا حوالي أكثر من 230 موقع تم حجرها ولكن تم رفع حجر عن حوالي 70 موقع اليوم مثلا تم حجر 10 عمارات تم رفع حجر عن 9 عمارات كان محجوع عليها سابقا بعد مضي 14 يوم على تلك العمارات وبعد أن ثبت حالات أن النتائج كانت سلبية والحمد لله نحن كحاكمية إدارية ننفذ ما يطلب مننا ولكن أطلب من الأخ آمل والأخو مشاهدين أنه يكون هناك تعاون من المواطنين نحن لغاية الآن المواطنين متعاونين جدا معنا بصراحة لقليل جدا كان يحاول يشكك بهذه العملية ولكن جهود الحكومة كلها دامة دولة الرئيسة وعمر الدفاع كانت تنفذ ونطلب من الأخوان أنه اتباع وسائد السلامة العامة طيب ماشي أعود إليك دكتور جمال نتحدث مرة أخرى عن الآن في عزل بنايات 14 يوم مجد هذا الموضوع له أثار إيجابية أم أنه سبع أيام كافية يعني طلع لي 14 يوم حاليا زمك أسلفت لأنه ذاك الأشياء الأخرى قادمة لكن 14 يوم لعزل العمارات مجدية جدا لأنه الديل الآخر كما تكلم بالدكتور المبطيح لحد ما يعني فيه بعض الصحب كلامه أنه الثمن عالي جدا إذا أغلقت إغلقات كاملة فالخيار الآخر أمامك أنه المنطقة المصابة عمارة بناء بنايتين ثلاثة تعزل المنطقة كليا 14 يوم تتأكد بالفحوصات أنه كل شيء تمام كل شيء نضيف إصابات كلها لا يوجد إصابة متناقلة من شخص لآخر تنساش ما حدث سابقا بالتالي كل شيء نضيف تفك لكما حكي عطوفة المحافظ تفك العزة عن عمارة وتمشي عنها فهل مجده نعم مجده لأن الحل الآخر أنك أنت يعني تتساهل تتساهل عشان ما يسمى رزق المواطنين وبالفعل كلنا بدنا نشتغل لازم نشتغل ونترزق ولأخيري لكن التساهل الكثير على الطرف الآخر يمكن يؤدي أن إنسان يكون باليوم الخامس أو السادس أو السابع يكون إيجابي وتطلعوا على المجتمع بنقل لعمارات أخرى فبالطال تعزل مناطق أوسا طيب دكتور الحديث الآن عندما يتم الحديث عن هذه المناطق مناطق عزل وألوية شاهدنا أنه كانت في ألوية يتم عزلها وألوية لا يتم عزلها مع أنه متواجد فيها هذا الفيروس كانت تذهب إلى العمارات فقط طيب إنسان نذهب من المناعة المجتمعية والحديث يقول بأنه من الممكن أن يكون هناك مناعة مجتمعية أو ما يسمى الآن بالتعايش مع الفيروس المناعة المجتمعية أو بجوز كون معك صادق أو الواحد ذكرها بجوز بطريقة يعني مش علمية دقيقة رئيس وزراء البريطان اللي هو جونسون مناعة القطيئة حكى مناعة القطيئة بمعلمات المجتمع هذا لا يطبق على الأوباء يطبق على تطعيم لمجموعة من المخلوقات أو البشر حتى تحمي الآخرين الآن إذا أردت تفكر أن تعمل أو تبدأ بفكرة مناعة مجتمعية واسعة بشكل واسع أعطاء الحرية للكل واللي ينصاب ينصاب واللي يعيش يعيش ثمنها سيكون عالي جدا جدا فحتى توازن بين الطرفين بدك عفوا بس ماشي أريد أسألك وإن الثمن إذا كان 33% من من يصابون بهذا الفيروس لا تظهر على أعراض يعني أنا لا أعرف إذا كان مريض أو مع الفيروس أو لا صحيح بس نعرف إحنا إيجابي بالأردن السبب لأننا موجهين الآن بالفحوصات إذا أعلنها أو زي صحة قريب المليون فحصة حتى الآن من البداية يعني أقل من مليون بشوي صغيرة فهذا على عشر مليون سكان المملكة أو تسعة ونص يعني عدد لا بأس به حوالي فالآن أنت بتعمل الفحوصات حول الإنسان المصاب وما حوله المخلطين بالدرجة أولى الثانية الثالثة أد ما توصلك للمنطقة إذا فيه درجة واحد بالتانية أو الثالثة إيجابي رح تمشي أكتر أكتر فبالتالي بتحاول تحاصر كل هذه المنطقة أو الأشخاص وتعزلهم بحيث أنهم ما يفلتوا على المجتمع ويصير غير مسيطر عليه يعني بيصير بالآخر وباء غير مسيطر عليه وثمنه رح يكون غالي كتير صحيح فيه أشخاص بالمئات بالألاف بس إيجابي ما عنده عراض لكن احسب أنت العشرة في المية السبعة عشرة في المية والثلاثة في المية اللي واحد بيكون أعراض خفيفة متوسطة أو بيذهب للعناية المركزة إذا حسب الثلاثة في المية لا سمح الله لو استشرى الوباء أنا ما بخوف الناس لكن هذا واقع واقع علمي بنحكي عنه وبائيات لو فرضنا زي ما بعض الناس بنظروا عن مالهم بالمجتمع وعلى التواصل الاجتماعي أنه تركونا نعيش عادي واللي بيصير يصير لو نصاب احسبها أنت مثلا 10% من السكان هو عادي الأتاك ريت بنسموه بنسبة الهجوم بالفيروس حوالي عالي جدا حوالي 40% أو أكثر من سكان المملكة فإذا حسب نسبة مؤوية المرضى اللي بتأتى من ذلك مش المصابين اللي عندهم عرض ما تسعهم المستشفيات لوزارة الصحة ولا قطاع الخاص ولا الخدمات الطبية بلكية والوفيات المقابر يعني راح يلاقي صعوبة في التعامل مع الجثة لا سمح الله فلهذا السبب يعني بنوازن الأمور لن يكون هناك إغلاقات كاملة مناعة مجتمعية مناعة مجتمعية بالمعنى كما وردت نترك الموضوع لا أبدا أكيد لكن يمكن نفتح نفتح المطار ونغاقب ونفحص ونشوف الناس وبيجوا يعني إشوا منه هذه الفكرة سأذهب إلى فاصل قصير أول بعد الفاصل سأطرح السؤال إلى أي حد نحن نبالغ من الخوف في كورونا وماذا تعني الأرقام في الأردن على مستوى كورونا في العالم فاصل قصير أول أهلا بكم من جديد جديد ترحبا بضيوفي وأن تقل مباشرة إلى الدكتور أنور بطيحة دكتور أنور تحدث بأنه يجب عدم الهلع والخوف والمبالغة من الخوف في كورونا على ماذا استندت في ذلك هذه من أساسيات مقاومة أي وباء وأي جائحة يعني هذه قاعدة مقدسة أنه يجب أن نذهب إلى الهلع والخوف عشان نستطيع نصرف صح يعني حابة علق على قضية مناعة القطيع نعم لا أحد لا أحد يدعو لانتهاج سياسة مناعة القطيع لكن مناعة القطيع ستحدث عندما يصاب الناس نحن بالعكس نحن بالعكس نطالب بإجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ كل ما يمكن يعني طالما أنه لا يؤذي القطاعات الأخرى في البلد يعني مجرد التباعد الاجتماعي الكمامات منع التجمعات هاي قضايا مردودها هائل يعني فإحنا ما بنستنى أنه مناعة القطيع تحل المشكلة لأنها لكن مناعة القطيع ستحدث إذا حكينا مثلا عن أي دولة في العالم الآن ما في دولة حققت مناعة القطيع أمريكا بالرغم أنه الأرقام تدربة تصل 6 مليون بنحكي إحنا عن 1.5% نعم يعني عدد قليل جدا إذا أصيبوا فمنعت القطيع إشي بعيد جدا لكن بساعد يعني وصلا بحصلة القايا إحنا مش مستنين منعت القطيع عشان تحصل بالنسبة لقضايا الحجر وعزل البنايات أعتقد هاي سياسة متقدمة وأفضل بكثير من عزل المدن والمناطق اللي انتهجت في السابق لكن حتى البنايات يعني إذا بناي فيها عشرين شقة معظم الناس ما بيشوفوش بعض أصلا ما بيخالقوش بعض وبالتالي ممكن إحنا نضيق إطار الحضر حتى يكون يعني يصيب أقل عقد من الناس يعني إذا واحد مثلا نصاب وعيلته يحجروا شقة ويحجروا طابق مثلا لكن حتى يعني ليش بدنا نقعد 14 يوم طب هل هناك بديل عن الحجر دكتور برأيك هل هناك بديل عن الحجر نعم بديل عن الحجر ما هو لا بديل عن الحجر لا أنا مع الحجر الطوعي المنزلي مش الحجر بفنادق ولا الحجر بالبركسات ولا الحجر بالساحات على الحدود فالحجر المنزلي وكثير ناس بقولوا أنه الناس ما بلتزموش صحيح حتى لو ما بلتزموش حتى لو التزموا بنسبة معقولة يعني بعتقد التأثير بكون كبير يعني بعدين احنا دايما يعني على نفسنا وعلى شعبنا قاسين يعني ما بلتزموش ما بلتزموش لا أنا أشوف الناس بلتزموا أنا شايف الناس بلتزموا لا بأس بالتزامهم طبعا في ناس بخالفوا دايما يعني التزام الناس في المرحلة الأولى دكتور كان أساس النجاح فيما قامت به إدارة الأزمة لو لا وعي المواطن والتزام المواطن ما نجح إدارة الأزمة في ذلك الوقت طيب أريد أن أسألك سؤال آخر معلش دكتور سؤال آخر طيب الآن بكرة المدارس وبالتالي هناك حالة من الهلع والخوف بترافق بعض الأهالي أنه خايفين ودوا أولادنا على المدارس نعم يعني أولا بدي أحكي أقول أنه حتى لو زاد عدد الحالات حتى لو وصل عدد الحالات المئات يجب أن لا نفزع ولا نصاب بالرعب لأنه يعني إحنا لسه عدد الحالات مثلا اليوم 68 حالة بنحكي عن يعني بالنسبة لعدد سكاننا أقل بكثير من بحصل كافة دول العالم كافة دول العالم فإذا زاد عدد الحالات يجب أن لا نجزع ولا نخاف ومتوقع أنه يصير في بعض الزيادة بالحالات لكن البديل أنه نقعد أولادنا بالبيوت فالآن في إجراءات وممكن إتخاذها بسيطة في المدارس وتحد بشكل كبير جدا من الزيادة ويخلي الزيادة تحت السيطرة مثل مثل هذه الإجراءات مثل شو مثل مثل الكمامات أولا كما مات اثنين أي واحد أي طالب مصاب بالتهابات تنفسية بقح مرشح هذا يقال يطلب منه من الأهل ما يبعثوش المدرسة لو الصبح مثلا مجرد مثال يعني لو الصبح على باب المدرسة ووقفهم واحد من الأساتذة أو اثنين وكل واحد بفوتهم واحد واحد ويتأكدوا أنهم مش مرضى ما بقحوش ما عليهم حرارة مش مفلوزين وبعدين ما عليهم حرارة حتى بدون حرارة يعني الرشحة بتبين أكثر من الحرارة ولما يدخل الصف أي واحد مرشح راح يكتشف فورا إذا واحد نفذ من الإجراءات راح يكتشف من المعلم من طلابه من زملائه وأنا بعتقد الناس ميالين إذا مرشح وبينعطك تعليمات واضحة إنه إذا مرشح إذا بتقح إذا عندك إجراءات إنفسية ما تيجي على المدرسة بعتقد إنه راح يلتزم الناس وراح ينحد بشكل كبير جدا بانتشار الوباء وفي نفس الوقت المحافظة على طلابنا وتعليمهم و ماشي طيب أذا بليك محافظة العاصمة وأتحدث الآن عن فرق التقصي نلاحظ أن فرق التقصي تزداد بالمقابل هل هناك مرافقة من قبلكم إلى فرق التقصي شكرا أخي عامر نحن تعرف في تنسيق على مستوى عالي زي ما حكيت قبل شوية فرق التقصي الوباء نحن في تنسيق مع وزارة الصحة أحيانا بعض المناطق الشعبية المكتظة بالسكان يعني أحيانا يطلب مننا ووزارة يطلب منه وزارة الصحة مرافقة أمنية لفرق التقصي الوباء أما مثلا مناطق ما فيش فيها اكتظار سكاني تذهب فرق التقصي الوباء لوحدها لغاية الآن الحمد لله لم نواجه أي مشكلة مع فرق التقصي الوباء من المواطنين واندل على شيء هذا اندل على أن المواطن واعي المواطن حاب أنه يفحص حاب أنه يخذ منه عينة حتى يعرف حاله هو مصاب ولا لا احنا الآن فرق التقصي تعرف بالأول كانت أعداد قليلة ولكن معالي وزير الصحة بشكور زاد فرق التقصي الوبائي في محافظة العاصمة وخاصة لواء سحاب ولواء مالكة تعرف احنا لواء مالكة تقريبا الآن في عندنا 38 عمارة اللي محجور عليها لغاية هذه اللحظة بعدين في عندنا لواء السحاب ولواء القصبة 31 عمارة في عندنا لواء الجامعة 21 عمارة وفي عندنا لواء واد السير ولواء القويسمة ولواء نعور لواء نعور لغاية الآن عنده عمارة واحدة دل الشئ اللي أحكي لك الصراحة المواطن واعي بهذا الموضوع المواطن متعاون احنا لدينا خبرة مع المواطني بهذا الموضوع لدينا خبرة أيضا بالحجر العمارات لدينا خبرة أيضا لدينا عزلنا قبل حوالي ثلاث شهور أحياة في عمان يعني مثلا عندك حي الربوة عندك حي الجامعة حي النصر حي المرقب حي الأشرفية الآن يعني الآن عندنا فوجدنا أنه في عزل الحي بصراحة زي ما تفضل الدكتور قبل شوية احنا أمنيا علينا عباء أكثر لما يكون حجر على العمارة ولكن من صالح المواطن أن نحجر العمارة أحسن من عزل الحي أو نعزل لواء أو نعزل منطقة ولكن احنا الآن ننفذ ما يطلب مننا ولكن أحكي لك العزل العمارات أصبح عباء كبير على الحاكمية الإدارية وعلى الأجزة الأمنية ولكن إذا كان لصالح المواطن وليكن نحن نتعب ليل نهار في مصلحة الوطن والمواطن طيب هل حدث اليوم أي شيء في فندق في العاصمة عمان تم إغلاق هذا الفندق أم لا تم طلب مننا معالي وزير الصحة الظهر حجر على هذا الفندق الذي تبوت فيه إصابات حوالي 15 إصابة تم حجر فورا تأمين دورية شرطة على باب الفندق حتى عدم دخول أي شخص لهذا الفندق أو خلوج أي شخص حتى تتبكن فرقة تقصي الوبائي من أخذ العينات ثم أعلان النتائج إحنا الآن حجر تعرف متفق عليه معالي وزير الصحة لمدة 14 يوم نعم هل تم عزل بناء أكثر من مرة طلب مننا مرة واحدة تنديد الحجر على عمارة مرة واحدة أما عمارات الآن في تنسيق يومي نتابع مع وزارة الصحة هذه العمارات التي تكون مضى عليها 14 سؤال في بنائية رحت وعزلتها 14 يوم بعدين ثبت أن هناك حالات في ذات العمارة ورجعت وحجرت عليها 14 يوم هل حصل مثل ذلك في العاصمة حصل مرة واحدة في عمارة في طبربور فقط لا غير المتاز العمارة طلب معالي وزير الصحة تمديد الحجر على هذه العمارة وتم تمديدها أول أمس يوم السبت لكان فك الحجر كان يوم السبت مفروض ولكن طلب تمديد لمدة أسبوع ومددنا لحضر عزل هذه العمارة طيب دكتور جمال أعود إليك إلى ما قاله الدكتور أنور فيما يخص الحجر الطوع المنزلي لماذا لا نذهب إلى هذا الخيار حجر طوعي منزلي لماذا ما زلنا نأتي إلى الفنادق حجر مؤسسي 14 يوم وهنا قاعدين نشوف الفنادق كمي فيها الحالات وفي ناس نزلت الفنادق قاعدوا 28 يوم أبس أشهدتها مختفتين طبعا عفوا الحجر البنايات للسكان العيشيين المواطنين الودنيين في هذه البنايات لا أتحدث عن البنايات تتحدث عن الحجر المؤسسي الفنادق عندما يكونوا مصابين حتى تحجزهم أو يكونوا عفوا مش مصابين يكون مخالطين لمصابين تحجز 14 يوم خاصة القادمة من الخارج هذا موضوعين مختلفين حجر طوعي بمعنى طوعي أنه يتقدم الإنسان بنفسه يأتي أصدق للفندق لا أنا مسافر أنا كنت مسافر صحيح وجيت على الأردن ما في داعي تلزمني أني أنحجر بالفنادق وتقول لي بتروع على بيتك كنت أنحجر 14 يوم شوف إذا ترافقت مع سوارة أمنية السوارة الأمنية تعفل فيه هنا بالماضي فيه عندنا ساعات بعض الساعات اللي فيها بسموها بيال إيب لو لايت لو أنيرجي حواليها أو بكون فيه ريسيفر في المنطقة هو بيستقبل إشارة بس أضبط إشيء بأعتقد أنا برأيي شخصي أنه السوارة الأمنية الأمنية اللي هي تضع حول قدم الشخص وهناك في ستيشن في البيت أو مركز في البيت نفس البيت يعني يبقى في بيته وإذا تجاوز أكثر من عشرة متر خمسة متر خارج البيت بترن إلى المركز الأمني بيجوه هذا يمكن أما طوعي تقول لي والله كل المواطن أنت مخالط أو أنت مصاب اذهب على بيتك وإحجر نفسك بنفسك دون مراقبة يعني ما تأخذني يعني الناس مش كلهم ملائكة في بعضهم راح يلتزم لمصلحته مصلحة العائل لمصلحت الجيران ومصلحته والبعض الآخر ما يلتزم مثلا الدكتور أنور ذكر كلمة أنا أتعلق عليها شوة صغيرة أنه نتطور من حجر البنايات للشقق أو للطابق يعني هذا صراحة تبدو الفكرة جميل لكن عمليا صعبة جدا أنت حاليا وصلني أنا مكالمات وبصلني من الناس بعرفهم من الناس بعد الأقروا حتى يعيشون في عمارات محجورة بقول لي طب أنا أنا عايش بعمارة محجورة مش إحنا اللي نصبنا واحد من الجيران نصاب هو بالطابق الثالث فك بالأول لكن فيما بعد تبين أنه بنته أصيبت ثم مرته أخذوهم عن حجر بحمزة لأنه أصابوا بالفيروس فإذن لأنه مدخل واحد للعمارة منطقة مزدحمة داخل العمارة بتليقهم بطلع بفوتوا مش متأكد أن كل واحد بسكي الباب المفتاع حاله بظلوا أعجوا وغفته لا إلا فيها على الدرج يطلعوا ويجوا وهذه مدعاء للاختلاط وهي مثال أنا أول انبارة سمعت على التلفون حتى من أحد المعارف المعارف منيح صارت معه مع بنته ومرته فهو لم يكن مصاب حتى تركوه في البيت وأخذوا الزوجة المصاب بكورونا هل هناك احتمالية أن يصاب بها مرة ثانية وثالثة أم لا والله سيدي هذه عملنا أشكرك على السؤال المراجعات العلمية الواسعة في العالم حاليا قيل عدة حالات يسموهم تقارير حالات أو كيس ريبوتس بالإنجليز بالمصطلح الطبي يعني أنه في كيس حالي في أوروبا حالي هون حالي في كوريا أنه في إنسان انصاب بفيروس الكورونا مثلا بشهر ثلاثة أو بنهاية اثنين بجنوب شرق آسيا وجدوه بعد شهرين أو ثلاثة أو يعني أو 12 أسبوع أو 16 أسبوع أصيب بالكورونا مرة ثانية طبعا هنا يمكن نتجادل بجزء الفيروس ما طلع منه لكن عمله بعض الفحوصات اللي بسموها الوراثية وجدوا أنه الفيروس الثاني يختلف عن الأول فاستنتجوا أنه الإنسان المصاب بالفيروس الكورونا يمكن ينصاب مرة ثانية طب وبالتالي بحالات قليلة جدا جدا عمسوا كورو الأرضية طب بالتالي لماذا لا يتم السماح أيوة لمن أصيب بهذا الفيروس القدوم للأردن مع ورقة أنه نصاب بهذا الفيروس وأنا طبت ويدخل بدون حجر والله يعني هذه بذهابتها قرار فيها أنه إنسان مثلا كان مواطن أوذني مثلا بدواء الخليج مواطن أردني عايش بالخليج نصاب بكورونا وبعدين الله شافه وعفاه وبدو يجيب بقول لك أنا بجيب لك الورقة اللي بتثبت أنه نصابت وبجيب لك التقرير اللي بتثبت أنه أنا طبت وبجيب لك كمان ورقة أنه فيها فحص ولما أوصل للأردن افحصني صحيح بس لا تحجرني إبنية هل أنت بسيحكي عما لك هلأ هون نمشي بخط موازي للأخضر أصفر أحمر نعم صحيح يعني معنى آخر لو إجاني واحد مطقه همراء أصيب أعطاني فحص دم أنه صار عنده بعض المضادات بجسمه أنه إنصاب فحصوا بالأنف ببلد المنشأ ثم عنده القدوم صفر صفر تقول له هيك صراحة فيه قرار يبدو منطقي الطرح هذا لكن ما فيه قرار في ذلك ما فيه قرار حتى لا بس صنف على الدول الأخضر والأصفر والأحمر والتصنيف حسب البيانات حسب البيانات شوي معقد وشائك كيف تصنفها على الإصابات في الدولة الأخرى معدلها خلال فتزميني معينة عدد السكان الإصابات الكيرف أو الخط البياني كيف ماشي عنده أشياء كثيرة تانية دكتور أنور أسألك سؤال آخر كيف تقرأ وماذا يعني اتساع دائرة المخالطين كنا نسمع عن مخالط للإصابة اليوم نسمع مخالط لمخالط لمخالط صارت عندنا درجة أولى وثاني وثالثة كيف نقرأ هذه الانتشار تفضل نعم أنا أعتقد أنه يجب أن لا نتوسع في دائرة المخالطين أنا مع أنه الاهتمام فقط بالمخالطين اللصيقين للحالات معنى المخالط اللصيق مش اللي مر من جنب من الشارع أو دخل من باب العمارة ولا اللي راح يشترى من سوبر ماركت معنى المخالط اللصيق اللي عايش معاه وقاعد معاه لساعات أو على الأقل لفترة طويلة وبتعرض بشكل مباشر للرذاذ اللي بيطلع من ثمه أو من أنفه إنما مش كل واحد مر من الشارع اسمه مخالط مش كل واحد مر وقال لواحد مرحبا معناته وأنه مخالط هو الانتقال الفيروس فقط عن طريق الرذاذ دكتور حتى الدائرة حتى سيدي نعم ممكن في ناس بقولوا أنه ممكن ينتقل عن طريق الهواء أنا بأعتقد هذا يعني جزء قليل جدا 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 من انتقال الفيروس الفيروس بشكل رئيسي تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة بالمئة بنتقل عن طريق الرذاذ وبالتالي إحنا إذا بدنا نسكر كل باب بشكل مئة بالمئة صحيح لازم نسكر على أرواحنا نفسها طب دكتور بالمقابل إحنا بنحكي عن ماشي بس عند هاي النقطة إذا كان تسعة وتسعين فاصلة تسعة إنه ينتقل هذا الفيروس عن طريق الرذاذ إذا باحونا بالتعقيم عقيم وحبت وغسل ولا تلمس هون وتلمس هون طيب الآن يحتار المواطن ذبحونا ذبحونا بكل شي لا يحتار المواطن يحتار المواطن أين يعني وين أروح بنتقل عن طريق الرذاذ فقط ولا بنتقل عن طريق المصافحة مش مهمين ما هو المصافحة إذا المصافحة ملوثة بالرذاذ هذا ممكن ينقل ونقل حط إيده على المجاري التنفسية إحنا بنحكي عن يعني احتمالات ودائما لازم نأخذ قدر من الخطر يعني ما في إحنا لما نكون ماشيين بالشارع يمكن الواحد تضرب السيارة مش معناته ما نمشيش بالشارع نعم فبعتقد أنه يجب أن نبتعد عن المبالغة وإذا فيه طريق يعني فيه حالات حصلت بشكل أو بآخر مش معناته أنه إحنا كل الباب اللي أجاء منه نسد ونستريح لا فيه بدنا نقيم الحكي هذا ونعمل توازن بين الإجراءات وبين فوائدها وأضرارها زي ما كل حياتنا كل حياة الإنسان شيء عبارة عميت موازن بين الفوائد والمخاطر سأذهب إلى فاصل قصير خير بعد ذلك تواصل وإياكم وكيف أصبحت كارتة كورونا في العاصمة عمنا فاصل سيد سعد شاب محافظة العاصمة أتحدث الآن كيف أصبحت بل أصبحت خارطة انتشار الوباء في العاصمة عمنا كبيرة أخ عامر أنت متابع جيد للأرقام التي أعلنها معالي وزير الصحة نعم نحن نحكي بصراحة الأعداد في اليام الماضية كان عدد مرتبع شيئا ما ولكن أعتقد أن الدولة كل أركانها تقريبا الآن مسيطرة على الوضع أنت متقول اليوم الآن العدد تقريبا ألفين حالة سجلت من اثنين ثلاثة ولغاية الآن مقارن متقول ألفين مع سكان الأردن أردنيين مع غير لجانب يعيشوا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ما يزيل عن عشرة مليون أعتقد النسبة تحكي الآن بعدد الأصابع بالألف أنت الآن مقدس نقول نسبة بالمية هل هناك تعليمات خاصة جاءت للحكام الإداريين في عودة المدارس ومن الغد أول يوم ماذا لو تم تسجيل حالات في المدارس هل سيتم إغلاق هذه المدارس أم إغلاق الصفوف هل وصلتكم أي تعليمات حول هذا الموضوع سيدي إحنا جاءنا تعليمات اليوم بالنسبة لحي الربوة تعرف حي الربوة هو مكتب ديمغرافيا وبقعة جغرافية صغيرة جدا الآن تقريبا لن نكون فيها دوام اليوم غدا لهذه آخر معلومة لمن وزارة التعليم ولن يكون هناك دوام في مدارس حي الربوة بالمدارس حي الربوة نعم إحنا الآن يعني اللي شفنا بالفترة الأخيرة الصحية كانت أكبر الوحدات الإدارية سجلت فيه قلت حكيت قبل شوي في لواء السحاب ولواء ماركة ولواء القصبة ومن ثم لواء القويسما ولواء الجامعة يعني أكثر العداد فيها ولكن أحي لما تقول سكان لواء ماركة مليون ومئة ألف عدد العمارة محجور عليه الآن تقريبا 38 عمارة الآن يعني أنت تحكي عن حالات نادرة قليلة جدا جدا بس اسمح لي أخي عمر نحن نحكي الآن شو المطلوب شو اللي نحكي فيه شيء مطلوب من المواطن المواطن مفروض يلتزم بالتعليمات تصدر عن أوامر الدفاع تصدر عن الحكومة عن الأجزة الأمنية عن وزارة الصحة المواطن هو الشريك الاستراتيجي أنت تعرف أنه كان بداية العملية الحضرة الشامل يعني كانت في حالات نادرة جدا تقاس يعني يوميا كنا سجل يحكي بالأردن عمس نعم سيدي السؤال هل لديكم تعليمات بإغلاق المدارس في حال تسجيل حالات أم لا سيدي نحن الآن قبل السبوع تقريبا عقد اجتماعا برئاسة معالي وزير الداخلية وحضور معالي وزير التربية والتعليم والمحافظين نحن الآن أي شيء يطلب وزير التربية والتعليم نفذ فورا بنفس اللحظة لن نتوانى عن هذا الموضوع أما بالنسبة للتعليمات صدرت عن معالي وزير الداخلية تعرف تعليمات كثيرة صدرت يعني مثلا المناسبات عقد الاجتماعات الأفراح الأتراع الآن بالنسبة لأمر الدفاع رقم 11 الانتخابات العشائرية ما تشر انتخابات العشائرية أيضا اللي الآن بحيث أنه الفراح احنا يعني المحافظة العاصمة كان أي شخص حاكم إداري تريد معلومة أنه في هناك مناسبة يتم استدعاء والد العريس وتوقيعه على تعهد بالالتزام بشروط السلام العامة العدد أن لا يزيد عن 20 شخص يعني كل اللي خالف في المحافظة العاصمة نحكي بصراحة يعني خمس أشخاص اللي خالفوا وتم ربطهم بكفالات عدلية عالية وتم توقيفهم ويعني بنجيب تعليمات توجيهات من وزير الداخلية نحن الآن الصراحة هذا المفروض كمواطن من لا يشكر الناس لا يشكر الله المواطن متعاون ولكن بحاجة لتوجيه ماشي سيدي لكن بالمقابل بالمقابل عندما يسمح بإجراء انتخابات عشائرية كيف بدك تمنع التجمعات يا سيدي نحن الآن حسب التعليمات من الوزير الداخلية مثلا عندك في عشيرة كبيرة في عندك أفخاذ هذه العشيرة ماشي يعني بحيث أنه العدد لا يزير عن عشرين شخص وهناك اللجنة اللجنة تكون مثل أشخاص تكون في غرفة لحالة يدخل أشخاص إلى غرفة الاختراع للانتخاب أو اختيار المرشح فرادة وفيه تباعد ولبس الكمامة يعني فيه شروط مراقبة من كل الأجزة الأمنية والحكام اليداريين لأي شخص أو عشيرة عنده اجتماع يعني راقب عن كثب هذا الموضوع ومتابع جيد ماشي لن نتحدث أطول هذا ربما يحتاج إلى حلقة خاصة يتم القاعدة وفيها على كل تفاصيلها دكتور أطرع لك سؤال آخر يعني ممكن يجيك أي مسج أنه أنت خلطت صحيح تروح تفحص ما تكون أنت مخالط أصلا أصدق من أمين أذهب أذهب إلى ما أتحدث فيه الدكتور البطيح عندما قال بأنه لماذا نتوسع نحن في أعداد المخالطين والتساع رقعة المخالطين دعنا نذهب إلى المخالط اللصيق يعني هذه الفكرة مع احترامي في أفكاره كل إنسان اللغة لكن علميا هذه شوي خطرة ليش سبب إفرض عندك في حالة بسطة أو إيجابية اللصيقين فيهم إذا طلع فيهم إنسان إيجابي من الطبيعة توسع الدائرة ثم توسدها حتى تثبت كل المخالطين والمخالطين المخالطين اللي يمكن ينتقل الفيروس من شخص لآخر لآخر سواء حامل الفيروس ونقله أو عنده أعراض أنه تصل مرحلة أنه يكون كلهم انظاف فإذا بشيت ثلاث مرات مثلا من لسيق لمخالط مخالط لمخالط أعطيك مثل في بعض الأحيان بيجيك عندك حالة بوسطة عفوا اللسيق افرض عشر خمسة لسيقين مثلا زي ما صار بعض الحفلات والعراس مع بعض العوسان وبعض المهن صار معهم أربع خمسة صار مصابين الأربع خمسة وين راحوا هدولة راحوا عند عائلاتهم هدولة خلطين رقم اثنين عائلاتهم نفس الشي خلطوهم في البيت طلعوا له برغة فإذا انت توقفوا عند فقط اللسيق مناتو انسيت سلسلة الباقية دكتور دستألك معي دقيقة يا شباب دقيقة بدأ أسألك عدد من التوصيات اللي خرجت فيها توصيات لماذا تم السباح بإقامة انتخابات عشائرية هاي واحد علما أن التجمعات ممنوعة وليسيدي الفكرة باللجنة ومعاوذة الصحة حد علمي والتقوى والقرارات كلها أخذت انه مثل مشينا مع عامر الدفاع انه تجمعات أكثر من عيشين شخص ممنوع وانتخابات العشائرية أبعت لك صورة أكيد شفت أكيد شفت طيب شو رأيك وشفت كمان شفت مقاهي عفوا شفت مقاهي منطقة غرب عمان كمان بين الجبال هناك جاني بتلفونات عدة تلفونات أنه في أكثر من مئة شخص مع بعض عم بأرقله بداخله ولأخير لكن مرة ثانية هل سيكون هناك توصيات بإيقاف انتخابات العشائرية أم لا حاليا لم تناقش لم تناقش لماذا تم تأجيل انتخابات بعض النقابات بالمقابل يسمح لتجمع انتخابات العشائرية سؤال جميل بدأت جابك عليه أيضا متى سيتم نقاش هذه المواضيع إن شاء الله احتمال بإجتماعات القادمة بإذن الله شكرا لك عضو اللجنة الوطنية أو بي الدكتور جمال الرمحي الشكر موصول لأستاذ الوبايات وصحة العامة من إربت دكتور أنور بطيحة شكرا لك محافظ العاصمة سعد الشاب دمتم بخان نلتقيكم غدا فإلى حين كل التحايا شكرا دكتور ترجمة نانسي قنقر